وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إمام علي رحمن رئيس دمهورية تاجكستان حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعرض حرس الشرف وصرح المتحدث الرئاسة بأن الرئيس أسيسي رحب بزيارة الرئيس التاجكي إلى مصر مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين ومؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات السنائية مع تاجكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحات المشتركة للبلدين ومن دانبه أعرب الرئيس التاجكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا اعتزز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام تاجكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة وتجربة التلموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعزز من وضعها كرقيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرق خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة كما توافق الرئيسين بشأن أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وتاجكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما كما تم التباحث بخصوص التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر التاجكية فضلا عن استقبال الدارسين من تاجكستان في الأظهر الشريف والجامعات المصرية وتناول رئيسان أبرز تطورات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة في أوكرانيا وأفغانستان فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنصيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فالتصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية كما ثمن الرئيس التاجيقية في هذا الصدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في نشر التعليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف وفي ختام المباحثات توجه الرئيس التاجيقية دعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لبلاده وهو مرحب به الرئيس السيسي على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين وقد شهد الرئيس الثاني مراسم التوقيع على عدد من مذاكرات التفاهم والتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والشباب والرياضة والتعليم العالية إلى جلب اتفاقي صدقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم كاتلون بطجكستان وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتب التجكستان القومية